وكانت عمليات فرز أصوات الناخبين في لواء رصيفة التابع لمحافظة الزرقاء استمرت حتى ساعات فجر اليوم حيث شهد اللواء اقبالاً كثيفاً من قبل الناخبين على مراكز الاقتراع منذ بدء عمليات تصويت في الانتخابات مع إغلاق صناديق الاقتراع في بلدية رصيفة التابعة لمحافظة الزرقاء أخذت الكوادر واللجان المختصة ببدء عمليات الفرز كسائر المراكز الانتخابية في مختلف محافظات المملكة عمليات الفرز استمرت في لواء رصيفة حتى الساعات الأولى من فجر اليوم حيث قام رئيس لجنة الهيئة المستقلة للانتخاب في اللواء بإعلان النتائج الأولية لعمليات فرز الأصوات مع أصبوحة هذا اليوم إذن هي انتخابات بلدية أجريت إلى جانب لامركزية تجرى لأول مرة في الأردن منذ إقرار القانون عام 2015 آملاً بذلك المواطنون أن تكون هذه الانتخابات بمثابة نقطة تحول نحو الأفضل في لواء رصيفة